السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في قناتكم استفاة معا اليوم إن شاء الله من بعد ما تصلت بمجموعة كبيرة من الرسائل من الأصدقاء ديالي بغاو يعرفوا مميزات وسليبيات البنك التجاري خصوصا إحنا اللي خدمين في الأنترنت إما دروب شيبر أو يوتيوبرز أو عدة مجالات أخرى لذلك قررت نشرح لكم دقة دقة ونعطيكم مميزات وكذلك أصليبيات هذا البنك وباش نكون صريح معكم لقيت صعوبة كبيرة باش نجمع هذه المعلومات لأن هذا البنك رغم أنه بنك عالمي إلا أننا في المغرب ما نتعاملش معها بزاف ماشي بحال الشعبي بانك وكذلك سي أش بانك بالنسبة للأشخاص اللي بغي يعرفوا معلومات أكتر على سي أش بانك وعلى الشعبي وباقي البنوك فمعليك إلا دخل القناة ديالي ودخل البلايليست غتلقى بلايليست اسمتها بانك غتدخل غتلقى جميع أنواع البنكة التمة من بايبال بايونير وكذلك بعض الأبنك المغربية معليك إلا تختار العنوان الخاص أو الفيديو الخاص اللي عندك فيه استفهام ودخلين إن شاء الله غتلقى الإجابة عليه ده بغتقولوا لي يا تلقنا الفراجة غنقول لكم مرحبا لكن قبل ما نبدأ أولا لأول مرة كيشوف القناة نزل أخوي نزل واشترك في القناة وفعل الجرس وبقالية على القرص لأن الدروس اللي كنرفع في هذه القناة هي دروس حصرية وغتفيدك بزاف إن شاء الله إذن على بركة الله هذه هي الواجهة أنتع موقع التجاري وفا بنك اللي كوفر لنا واحد خدمة جميلة جدا وهي خدمة تسجيل أو إنشاء حساب خاص بنا انطلاقا من الحاسوب ديالنا يعني دون ذهب إلى البنك فأولا فاشكن نزلل هنا كاللقاو أوفيرتور دو كونت أونلين ان 4 خطاب يعني عندنا أربع خطوات اللي غادي نقومو بهم باش حنا نفتحو لكونت ديالنا بنسبة للخطوة الأولى أوفري فوتر كونت أونلين أو موان دو 5 مينوت يعني حل الحساب ديالك فأقل من 5 دقائق كمبلتي لوفيرتور دو كونت اوفيرتور دو كونت اوفيرتور ديالك يعني غا تقدر تصور لهم بطاقة الوطنية ديالك وغا ترسل لهم منتما باش تتحقو بأن فعلا المعلومات اللي دخلتي هي خاصة بك وثالثا البنك الليك بو رابلي دون لكارون تويتر بو كونسيي هذي تصلو بك البنك من بعد 48 ساعة باش يوجهوك ويعطوك نصائح اللي غا تفيدك في إنشاء الحساب ثم آخر مرحلة ركيبيري فوتر كارت و أجنس أتجاري وفا بنك البنك غا تمشي للاجنس وغا تاخد لكارت ديالك تل هنا مفاهمين إخواني دب هنا غا تنزلوا لتحت غلقوا لزفخ ديالبانكاليك يعني ثلاثة ديال الاشتراكات اللي عندنا نقدروا نستفدو منهم كل واحد وعندو مميزات خاصة به غا نفهنكم بكل بساطة الفرق بينتهم و المميزات ديالهم فأولا إخواني عندنا البنكاليك سمارت وعندنا البنكاليك فليكس وعندنا البنكاليك بريميوم فبالنسبة الأول اللي هو البنكاليك سمارت فاش كان ندخلو هنا يا كالقاو لوفيختور ديالك يعني بزرو ديرهم يعني هذا هو اللي كي يهمنا في هذا الدرس لكن بشرط إخواني خسكون السين ديالك من 18 لسانة إلى 35 سانة يعني قل من 35 سانة وكبر من 18 لسانة إلا كان السين ديالك 17 ولا 16 ولا 36 ولا 37 سانة فممكن لكش أخي الكريم تستخد من هاد الامتيازات نتوع فتح حساب بصفر ديرهم هنا كالقاو مجموعة من الامتيازات اللي كيخو لهم لنا هاد الحساب اللي غا نخليكم تقراوها ثم غا نمر للحساب الثاني بالنسبة لهاد الحساب الثاني سميتو البنكاليك فليكس وهذا غا ندخلوا التاوا ونشوفوا المميزات دياله فاش غا ندخلوا غا لقوا بأن التامل دياله 29 درهم في الشهر غا تقولوا لي يا لاش؟ رمقول لكم بأن هذا الأشخاص مكتر من 35 سانة ولكن لفنتاج اللي فيه هو أنهم غا يزيدوك واحد جوج نتوع امتيازات اللي ما كينينش في الحساب الأول لمجاني فبالنسبة لامتياز الأول اللي زيد هو إذا تسرقت لنا الكارت فرعنا واحد الأسورانس وكذلك عندنا واحد الأسستانس اللي غا يعاونينا بشريكي بيريو وكذلك لقدر اللي المشالينا لمنطون اللي عدنا في الحساب ديالنا يقدر يرجع لنا ثم عندنا الخاصية التانية يعني الحساب ديالك غا يكون مأمن بواحد درجة كبيرة وكبيرة بزع ثم الآن غا نلتق له التالت اشتراك واللي هو البنكاليك بريميام بالنسبة لهذا غا ندخلوا انتهوا ونشوفوا ليزا فانتاج اللي فيه فهنا تسعود وربعين درهم غا تخلص في الشهر والإضافة كذلك اللي كينة اللي زيدة على الحساب الأول مجاني وكذلك على الحساب التاني اللي قلنا بتسعود وعشرين درهم الشهر هو ان هاد الحساب فيه ميزة انتع اون اسيستانس اون كا دي فانكسيونمون دلا كارت يعني لما خدمت لكش لا كارت فتقدر تصل بهم ويقدر رحلو لك المشكل بكل سهولة وكين كذلك ان اكسي اليميتي او سيرويس كاش اكس برس اوتوماتي يعني إلا بتصفت كاش اكس برس ولا اش حاجة فرا مجاني وكذلك غير محدود دبا إخواني فهمنا مزيان الاشتراكة اللي عنا في تجاري وفا بو دبا غاندوزو المرحلة التانية ونهضروه على الكارت اللي كيعطينا هالتجاري وفا بانك فبنسبة لتجاري وفا بانك عندو جوج نتبع الكارت عندو البانكاليك وكذلك ويب باي وبجوجهم فيزا دبا غاندوزو الفرق بين فيزا ويب باي وكذلك فيزا البانكاليك قديت لكم هاد طابلو هادا باش من بعد ما يبقاش عندكم اي اشكال الفرق بينتهم فإخواني اركزو معي مزيان فبالنسبة لتفعيل البايبال تقدر تفعل البانكاليك وكذلك بويب باي بالنسبة لاتخرج المال من البايبال نعم تقدر تخرج المال والفلوس ديالك من البايبال بالنسبة البانكاليك وكذلك لويب باي اما بالنسبة لاتخرج المال من الشبك الالكتروني فالبانكاليك فقط هو اللي تقدر تخرج بها نقود ديالك ولكن ويب باي ما تقدرش لانها ما غديش تقبلها لك الشبابك الالكترونية ثم اهم حاجة شراء من المواقع الاجنبية وهدي هي اهم ميزة بالنسبة لي نحنا اللي خدامين في الانترنت فمثلا كدروبشيبر يعني بائع في اي باي او في امازون او في منصات اخرى فميمكن ليش نخدم هاد البانكاليك ولكن يمكن لي نخدم هاد الويب باي اللي كتمكني انني نستخدمها في الشراء انتع المنتجات في الانترنسيونال يعني خارج المغرب او كذلك بعض الاشتراكات وبعض الخدمات الدولية دبا غنجو استخلاص الفواتير او الخدمات الوطنية كدفع الضرائب وكذلك استخلاص الماء والكهرباء وكذلك دفع فواتير الهاتف ولا ديسة فهنا كيستشتركوا كذلك بجوج وكتقدر تستفد من هاد الميزة بنسبة البانكاليك وكذلك بالويب باي تل هنا اخوتي فهمتوا كل شي متعلق بهذا التجاري وفا بانك ولكن هذا شي ضروري خسكم تعرفوه ويب باي الاقتطاعة ديالها هو 33 درهم سنويا وكذلك يمكن لك تشحن البطاقة انطلاقا من ستبيق التجاري بانك او من الوكانة الخاصة بك يعني اخويا إذا عندك الابليكاسيون في الهاتف ديالك يمكن لك انك تشارجها من 100 درهم لفوق ويلا ما كانتش عندك الابليكاسيون ولكن انت تجهل طريقة التعامل مع الابليكاسيون وهذا الشي اللي ما غاديش نصحك به لانك ضروري خسك تعلم لها اخي لانا تسعي للك بزاف ديال الحويج فخسك تمشي ضروري لاجونس باش انك تعمرها دبا غادي نشوفه اقل المبلغ اللي تقتر تعمر به الكارد يعني اقل ثمان هو 100 درهم يعني ما ممكن لكش اخي الكريم انك تعمر فيها 50 ريال 60 ريال 10 درهم لا ضروري 100 درهم للفوق ثم اقصى حد يمكنك تشحنه وتستافد به من المواقع الاجنبية يعني الشراء فهو 15000 درهم وهذه بالنسبة لجميع البطاقات البنكية اللي كينين في المغرب دبا اضبق لكم معلومة واحدة اللي غادي نزيدها لكم هو الميزة اللي كينين عن تجاري وفا بونك فهو البنك الوحيد في المغرب اللي تقدر انك تربط الحساب ديالك مع البايبار كنقول الحساب لان هناك فرق بالبطاقة والحساب لكنك نضروع للبطاقات فكينين بزاف ديال البنكات مثلا سياش عندها بطاقات اللي كتربطهم وكذلك الشعبي وكذلك البي ام سي وكشفنا كذلك تجاري وفا بونك عندها هاد البطاقتين تقدروا تربطهم مع البايبار ولكن الجديد هو ان الحساب يعني الكونت ديالك بالنسبة التجاري وفا بونك فانك تقدر تربطه مع البايبار خلاصة القول في المغرب عندنا جوج ديال البنكات اللي نقدره نحلو واحد الحساب ديالنا مجانا بدون اي اقتطاعات لا شهرية ولا سنوية فعدنا التجاري وفا بونك اللي شرحنا في هاد الدرس وكذلك السياش بونك اللي صرحتو في درس السابق لان هاد البنكات بجوج كيعطيونا ديبباك اللي فيهم بعض الشروط خصوم التحقق ويعطوك حساب مجاني فمثلا كيف هدرنا في التجاري وفا بونك خصي كل لاج ديالك بين 18 عام و 35 عام اما بالنسبة للسياش بونك ففيه بزاف انتعالي اختيارات في باك سيداتي يعني جميع السيدات يقدروا يفتحوا حساب بدون اي اقتطاعات وكذلك في كود ترونت اللي خصي كل سن ديالك بين 18 و 30 سنة وغتستبد من حساب كذلك مجاني ومؤخرا زادوا حتى باك موظف لأي موظف خدام اما في القطاع الخاص او في القطاع العام فيقدر انه يحل الحساب دياله بدون اي اقتطاع ودبا وصلنا لنهاية الفيديو الاستفدي من هاد الدرس خلي الخوك واحد جام ودير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك الجديد لان هاد القناة كان وعدك انك غتستفد منها بزاف وبزاف واي تساؤل حطوه في التعليقات ان شاء الله غنجوبكم عليه في اقرب وقت اللقاء اخواني ودمت في صحة جيدة